من تبادل التهديدات إلى توجيه الضربات غير المباشرة إلى القصف والهجوم المباشر بينهما قوات التحالف الدولي في العراق وعلى رأسها القوات الأميركية من جهة والفصائل العراقية المسلحة التي طالما اتهمت بالولاء لطهران من جهة ثانية تدخلان مرحلة جديدة من المواجهات يمكن تسميتها بمرحلة المكافآت فواشنطن أعلنت قبل أيام عن مكافأة مجزية تصل إلى ثلاثة ملايين دولار لمن يدلي بأية معلومات تقود إلى الكشف عن منفذي الهجمات على القواعد العراقية التي يتواجد فيها جنود أميركيون فعل قابلته الفصائل المسلحة في العراق برد فعل مماثل حين أعلنت عن تخصيص مكافأة مالية لم تحددها لكل من يدلي بمعلومات عن ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA أو الموساد الإسرائيلي خبراء يصفون ردة فعل الفصائل هذه بعناد سيقود إلى تأجيج الوضع الأمني في العراق أكثر مما هو عليه في الوقت الذي يستغرب آخرون من إشارة الفصائل المسلحة إلى وجود ضباط للموساد الإسرائيلي في العراق وإن كانت أصابع الفصائل تشير بحسب محللين صوب أربيل التي سبق وردت بعنف على الاتهامات بوجود ضباط موساد على أراضيها ووصفتها بالأكاذيب الباطلة والمغرضة وتدخل لعبة القط والفأر بين واشنطن والفصائل المسلحة في العراق مستوى أعلى من التعقيد والتأزيم في وقت يحذر فيه خبراء من تداعيات ونتائج لا تحمد عقبها مستوى أعلى من التعقيد والفصائل المسلحة في العراق